عام جديد يحل ومعاناة أبناء مديرية الصلو مستمرة جراء حرب الميليشيا التي قتلت وشردت الكثير منهم ودمرت منازل آخرين وجعلت الكثير منهم يعيشون ظروفا قاسية وبالغة الصعوبة سنكون سندا للجيش الوطني في تحرير المديرية كاهتمام السلطة المحلية إلى غانب الجيش الوطني كمهمة مساقلة ثم نتفرق للترمية بشكل عام داخل المديرية أردنا أن نشرك المجتمع لكي يكون سندا وعاونا للجيش الوطني ثم للسلطة المحلية فيما بعد المعارك لا تزال مستمرة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الإنقلابية في مناطق الحودي والصيار والضعة والشرف ومناطق أخرى بينما تتعرض القرى السكنية لقصف مدفعي وصاروخي تشنه الميليشيا بشكل شبهي يومي داخلين في عام جديد عام بعد عنا وحصار على المديرية وأسرنا وأسر المديرية بشكل عام يعني تعيش حالة مزرعة حالة معيشية ضنكة يعني فالنازحين اللاقين بكل الأماكن ما يحصلش حاجة يأكلها يعني ما يحصلش لقمة العيش زي ما يقولون من أجل كل هذه التداعيات التي تضرب المديرية يجتمع هؤلاء هنا في أول لقاء تشاوري تشهده المديرية يناقش أوضاعها وهمومها والحلول الممكنة تحت عنوان العام الجاري عام التحرير والبناء الغراض الأساسي من الاجتماع الأساسي نشرك الكل في عملية تنمية وفي عملية تحرير نعاني من كثرة الأسر النازحة إلى قراءة أخرى فنرقم الجميع التعاون مع هذه الأسر ليغاثتهم ودعمهم من الفراشات والمقدرة الوضائية وغير ذلك النازحون هم أكثر الفئات حاجة للمساعدة وتلمس احتياجاتهم وتقديم يد العون لهم بعد أن فروا مخلفين وراءهم كل ما يملكون بينما من تبقى في المنطقة أصبح تحت رحمة قصف الميليشية العشوائي تتنوع مقاومة أبناء الصلو للميليشية بين صمود في المواقع دفاعا عن أنفسهم وأعراضهم ولقاءات تناقش هموم المديرية بحثا عن حلول لها لعلهم يخرجون مناطقهم من الوضع الكارثي الذي تعيشه جراء حرب الانقلاب فواز الحمدي قناة بلقيس من مديرية الصلو تعز